خيراً إيه اللي حصل؟ كنا انبساطنا كده وهدينا شوية إحنا بقلنا شوية منتكلمش على كورونا وسوى يعني إحنا لسه موجودين على مستوى العالم في موجات مطلحقة يعني إحنا حالياً كعادة كل شهر أغسطس من كل سنة بقلنا هو تداخلين في السنة الرابعة في موجة فإحنا في موجة نعايزين عددية تطقطع بقى يا رب بإذن الله هو عموماً يعني كورونا هتنتقل يا سنة بعد سنة لحاجة موسمية بسيطة بتبقى محتاجة لقاح لبعض الفئات وبقية الناس بتبقى زيها زي لسه حركة شرطة في المقدمة احنا في الصيف بيجينا البرد بس بتناسبق قليلة اللي هو برد الصيف احنا عندنا في الصيف المراضي فيه الأدينوفيروس معظم الناس خدت اللي هو احنا بنسميه كده بالعامية برد الصيف اللي هو الأنفلونزا اللي بتيجي في الصيف بنفس الأعراب بتاعت الأنفلونزا ده أدينوفيروس أو كورونا وزي وحركة افضلتي احنا تقريبا من شهر ونص بتبقى فيه انتشار لمتحور جديد اللي هو سميه في الاعلام بالايرس هو مش متحور هو متحور فرعي فقط للدقة يعني هو متحور فرعي من اوميكرون زي وزي احنا الموجة اللي فاتت كنا نتكلم على اكس بي بي برضو متحور فرعي من اوميكرون وكل المتحورات اللي قابليه من ساعة اوميكرون ما زخر طب اكس بي بي او واي جي مختلفين في ايه هم قريبين من بعض فيه اختلاف فقط في شكل المتحور الفرع الجديد على شكل السطح طب ده هيفرق في ايه بيفرق في ده خلا معلمي قوي خلينا نتكلم في حاجة عقصة هيفرق في ايه في الاعراض مثلا هيفرق في ايه في الانتشار في الاعراض مش هيفرق اي حاجة عن اكس بي بي احنا لسه نفس الاعراض اللي موجودة في اوميكرون هي هي اللي هي لسه اتفاع درجة الحرارة لسه فيه الوهن وتكسير العظم لسه فيه الوجع اللي في البطن اوقات بيبقى مصاحب ليه اسهال الترباط في الجهاز الهضمي اوقات صداع اوقات فقدان اللي حاسة الشم وتزوج بس انبقى تنسبتها اقل شوية حاليا من المتحورات اللي قبل كده اوقات بتيجي بنسيان حد حاسس انه عنده برين فوج زي ما بنقول كده وبتقع تقريبا من اسبوع لعشر تيام بعد كده بتخاف الفئات اللي احنا بنخاف عليها شوية ان الحالة ممكن تتضهور هي الناس اللي عندها امراض مزمنة غير مسيطرة عليها يعني ضغط سكر سمنة وما هياش ما هواش مثلا ضغطه متزبط ضغطه بيعله ويقل نفس الكلام في السكر او كبار السن اللي فوق 65 سنة بالزاب احنا طبعا الاعداد ابتدت تزيد احنا بنتكلم في اخر شهر لغاية النهاردة في مليون حالة جديدة على مسؤول العالم طبعا عند ده الحالات اللي اتبعتت لمنظمة الصحة منظمة الصحة كانت لسه من يومين بتقول انا دلوقتي ما بقاش عندي غير تقريبا يعني عشرين في المام الدول بتبعتلي التقارير وتقريبا التقارير بيبقى عشر وبس اللي متسجل احنا ممكن الرقم ده نضربه في عشر نضربه في عشرين عشان نعرف الحجم الحقيقي وتلات تلاف وفاة في اخر شهر طب الحالات دي ظهرت لي في تفسيرها مش عشان المتحور الجديد قوي زيادة عن اللزوم ولكن احنا بان اكتر من سنة معظم الناس مخدتش البوستر دوز او الجرعات المشيطة من اللقاح اللقاحات اللي موجودة حاليا ما هيش لقاحات مخصصة لأوميكرون لسه منظمة الدواء والغذاء الاف دي اي هتوافق على اللقاحات اللي هي مخصصة لي تقريبا في اكتوبر احنا لسه عنها جات اكتوبر جات ما بفيل قاح مخصص لأوميكرون طب ده الاعراض اعالجه ازاي هو نفس العلاج بالزبط بتاع أوميكرون بنعالج اعراض هو ما فيش دواء معين لأوميكرون او دواء معين برضو لأي جي ولا اي حجم دي اي فقط حد عنده صداع بياخد صداع طبعا بعد الصهر الطبيب حد عنده مشاكل في البطن عنده حرارة بياخد خفض للحرارة لغاية ما يتعدي كبار السن صحورة مزمينة الحالة في عقامة الاكسجين قال القدرة على التنفس بيت وحشة فيه كحة وحشة ببتدي اتوجه للمستشفى طبعشان برضو نختم كلامنا هو مشكلة الأوميكرون عشان الناس منستخفش به هو فيما بعد التعايفي يعني احنا شفنا حالات كتير بقى في الأبحاث طب خلينا بس قبل ما نتكلم في القصة دي نتكلم عن سرعة انتشار المتحور الجديد المتحور سريع الانتشار زي النسخ اللي فاتت من أوميكرون ده حقيقي يعني هو كل أوميكرون كانت الانتشار بتاعها أسرع من النسخ اللي قبل كده نعم نفس الكلام برضو في اي جي احنا حاليا شايفينه في خلال شهر ونص بقى تقريبا بيمثل 17% 17% من كل الحالات ده يخليه المتحور رقم واحد خلاص فده سريع جدا انه في خلال شهر ليه؟ علشان الناس فقدت الحذر علشان الناس ما بقيتش تتعامل على ان كورونا موجودة ولا علشان هو أشد شراسة وأكتر قوة على التكيف على المضادات بقى اللي بتتاخد مش بتتكلم عن مضادات الحيوية بتتكلم عن المضادات أو العلاجات يعني الوقائية ضد الفيروس ده سؤال كويس قوي هو انتشار ليه أسرع سبب ليه علاقة بالفيروس نفسه انه الفيروس بقى عنده قدرة أكتر على الانتقال وعلى انه يمسك في الخلايا الإنسان اوميكرون في العموم سواء كان XBB أو EG والحاجة التانية ليه علاقة بين احنا احنا ما بقناش إلى حد ما يعني خلاص بقى مجراش حاجة يعني نادرا لما حد لبس ماسك حتى لو في زحمة لو في مترو حتى في كل المواصلات العامة نادرا لما حد لبس ماسك فبالتالي السبب ده خلى برضه لما حد يكون عنده على فكرة مش بس كورونا يعني عنده أدينوفيروس عنده برد بقى البرد بينتشر في كل حتى احنا يعني عايزين نفسي بقى فيه عندنا الثقافة تاعت الصحة العامة مش عشان كوفيد أي فترة زي دخول المدارس دي فترة دايما فيها فيروسات دايما الناس محتاجة تلبس ماسك في العموم يعني أسيا عندها الثقافة دي من عشرات السنين دايما مع دخول الشيط هتلاقي إن فيه ناس كتير بتلبس ماسك أي حد عنده أعراض ده بقى أهم حاجة طبعا إلبس ماسك عشان ما تعديش بقيت الناس ما ينفعش نرجع تاني نعطى صفورش بعض نقوم بقى بعض يعني زي ما كان بيحصل قبل كوفيد طبعا مفروضي بس لكنا تغير شوية احنا تعلمنا درس السلام بالأي دي نخسر إدينا كويس الأحضان والبوس الملهج الازمدية عندي برض مش لازم مسلم عن الناس طبعا طبعا ما تواجدش في أماكن مقفولة لحد ما يعني ده عموما الأسباب لكن هل هو أقوى أو أكثر شراسة لا الحمد لله لأنه جارة العادة إن لما بيحصل يعني التطول للسلالة بتكون أضعف هو عادة الفيروسات بتتحور لأكثر انتشارا وأقل شراسة ده في مطلق الفيروسات معادة إيبولة ده على جمع فمعظم الفيروسات بتعمل كده لأنها عايزة تفضل موجودة لو بقت أكثر شراسة هتنتهي بسرعة يعني كلما الفيروس يكون أكثر ضراوة فطرته في الانتشار والموت والوفيات والموجة بتاعته تخلص بسرعة لكن إمتى ممكن يحصل أنه يبقى أقل وأكثر انتشارا ممكن تبقى في النسخة دي ممكن تبقى في النسخة اللي بعدها إحنا حاليا النسخة اللي موجودة أو EG أو IRIS هو لسه بنفس الانتشار ونفس الشراسة بتاعت النسخة اللي قبلي بتاعت XBB ما بقاش أكثر ضعفا أوكي إحنا اللي بنخاف منه بس أكتر حاجة نخاف منها إن هو ممكن النسخة اللي بعديه وتخوف البحث العلمي والدكاترة والالتناشر في الدوريات إن كمية التحور اللي حصلت على الفيروس الجديد لو تحورت أكتر من كده أو تغيرت أكتر من كده هيبقى عنده هروب أكتر من اللقاحات أكتر حاجة دايماً بتخوف العلماء لحاجتين سبب اقتصادي إن كل لقاح جديد تكلف مليارات عشان يتصنع والحاجة الثانية إن فيه طبعاً كلينيكياً فيه فئات لازم تاخد اللقاح الكبار السن أصحاب رضي المزمينة الكبار الطبية دول كل سنة غالباً هيحتاجوا ياخد بوستر دوس طيب النسخة قبل كده كنا بنقدر نحددها بالPCR ما اعتقدش إن في دايرة معارفي سمعت في آخر سنة أصلاً إن فيه حد بقى بيفكر إنه يستخدم إنه يعمل تحليل بي سي آر أو إنه دا بقى شيء مطروح هل فعلاً إخبال على البي سي آر دا قلب بشدة هل البي سي آر ممكن يبين لنا الإصابة بالمتحور أم لا مش عارف البي سي آر لسه هو الوسيلة بتاعتنا لتأكيد التشخيص حتى لو كان بأي نوع ولا بالمبدأ بأي نوع كورونا سواء كان أوميكرون دلتا قبل كده ودلوقتي إكس بي بي أو إي جي هو كلهم يتم التعرف عليهم من بي سي آر لو كان القدرة على إن البي سي آر يبقى بقيق قلت دا ما خلناش نقول إنه هو مش هيعرف يتعرف على الفيروس لسه موجود ولسه بدقة عالية بس هو الاحتياج للبي سي آر بقى أقل يعني أنا ليه محتاج دلوقتي الدكاترة معظمهم ما بيقولوش ليه المرضى يعني البي سي آر لأنه هو كده كده سواء كان اللي عنده أدينوفيروس اللي هو إحنا بنسميه برضى الصيف أو عنده كورونا الدكاترة بقت بتعالج حالياً الأعراض فقط عنده صداعها تديره ده وصداعه عنده درد حرارة وكده كده ما بيديوش مداد حيوي أنا محتاج عشان أدي للمريض مداد حيوي بقى متأكد إنه عنده عدوى بكتيرية فوق العدوى الفيروسية اللي عنده ما عظم اللي إحنا ممكننا معلي ده كله دي فيروسات فمالهاش علاقة بالأنتبواتيك عشان ما عظم الناس أول ما بتحس إن فيه طبعاً موجة جديدة ممكن يروح ياخد أنتبواتيك حتى وقائياً لا ده غلط تماماً ولا هي وقائية تنفع ولا هي حتى في المرأس بتضعف جهاز المناعة أصلاً وتضعف جهاز المناعة وبتأثر بعد كده أصلاً كل مرة للصحص بياخد مداد حيوي بيقلل فرصة إن المداد حيوي يجيب معنا فيه المرأة لبعدها فبالتالي إحنا عايزين نقلل ده تماماً التشخيص نسيبه للدكاترة مش لازم يتعامل بي سي أر لو حد عايز تأكد فيه الرابيد تاست تبقى موجود في كل حتاً دلوقتي الرابيد تاست ده بيطلع في خمس دقيق بيعمله وحالياً ابتدى يبقى الضقة بتاعته عالية جداً برد طيب ناس كده جرت العادة إن احنا نفكر إنه اللي بيصاب بفيروس كورونا بيعتقد إنه هو خلاص بياخد معايا شهاده الضمان إنه مش حياة تاني لفترة من الوقت هل لو فعلاً أصبت بأي نسخة من النسخة قبل كده من فيروس كورونا أي إن كان بقى دلتا أو أي إن كان بقى مسمياتها ده حيأثر إنه أنا فعلاً لقى أصب بالمتحول الجديد نعم إحنا عندنا نوعين من إنه عندي جسمي يبقى عنده مناعة ضد فيروس كورونا أول حاجة هون ناخد لقاح وده بيسموها المناعة السلبية والحاجة التانية إنه أنا يبقى عندي مضادات أجسام جاية بسبب التعافي يعني أنا حصل لي تعافي من المرض فبالتالي جسمي يبقى فيه مضادات أجسام تحميني من أنه يجيلي إعادة للمرض مرة تانية هي دي بتدوم قدية بقى هي الفكرة في كده مش كل الناس زي بعض عادة الفترة اللي اتحطت إن معظم الناس هيبدل عنده مضادات أجسام تلات شهور بعد تلات شهور هيبقى معرض تاني للإصابة فيه ناس بتقعد معهم الفترة دي سنة فيه ناس بتقعد معهم شهر بس يعني إحنا نعرف ناس كل شهر كان بيجيلوا للإصابة فهي معتمدة على تكوين مضادات الأجسام جوا جسمه معتمدة على منعته الحاجة اللي مرتبطة بدأ شوية هو ممكن بعد التعافي مضادات الأجسام تسبب له المشاكل اللي احنا بنسميها ما الأثار المترتبة على ما بعد التعافي أو البوست كوفيد سندروم أو اللي احنا بنقول عليه كده لون كوفيد اللي هو يعني الكوفيد طويل الأمد ده اللي هو اللي بيخف ويفضل كمان بعد ست شهور لسه عنده أثار موجودة حتى بعد التعافي دي طبعا يعني للأسف في ناس بتقعد معهم سنة كمان شفناها في حاجة زي الوهن المزمن يعني على طول بعد كوفيد بقاله كم شهر مش قادر تحرك يتحرك شوية ويرجع يعود تاني مش قادر يشتغل زي الأول بنشوفها في الرئة مثلا قوات بيبقى الشخص مش قادر يتنفس كويس في البرين فجأة أو إن حدا بقاش بيفكر بقى بينسة احنا معظم الناس بعد كوفيد قالتنا بتبنسة أسرع من قبل كوفيد في مشاكل في الجهاز العصبي وهكذا في مشاكل كتير وللأسف في بعض الناس حتى عدت على كورسي متحرك بعد كوفيد الدراسات كلها احنا معظم البحث العلمي حاليا موجه نحية دراسة إزاي ممكن حاجة زي تتحل خصوصا لسه ما وجدوش علاج أو دواء يستخدم لون كوفيد في أربع عدوية لسه في ما قبل الاختبارات في فيس تو ولكن لسه قدامنها شوية لغاية ما نشوف علاج فعال المتفورمن لسه حاليا تحت الدراسة برضو إذا كان ممكن يبقى فعال أو لأ بس لغاية ده إحنا حتى الأسباب بتاعتها لسه مش معلومة قوي فده اللي يخلينا نخرص من أنا لو هقول أنا صحيتي كويسة ومش هخاف من كوفيد وهجيلي أسبوع ويمشي فأنا مهمل تماما في الموضوع ده إحنا الناس اللي صحيتي كويسة حصل لها بعد وكوفيد حاجة مشكلة وبعض الناس إنها منعت وكانت زيادة عن اللزوم طلع له مضادات أجسام أزيد من اللي مفروض تبقى موجودة فمضادات الأجسام بتاعت تهاجم أعضاء في جسمه زيادة بطينا نشوف مشاكل في القلب ومشاكل في تجلطات بسيطة بطينا نشوف مشاكل في المخ مشاكل في كل الأعضاء اللي موجودة في الجسم فمحدش هستخف بإن هو فترة واتعدي محدش هستخف بإن مش المفروض أحرص يخش مكان زحمة مالبس كما مات الفترة دي لغاية ما نعدي شهر تسعة إحنا في شهر تسعة هتبقى الحالات تقريبا على مستوى العالم قلت جدا ترجع تزيد تاني للأسف في 11 إحنا دايما كل سنة 11-12 ده أعلى عدد إصابات أكيد ربنا يسلم الصحة تاجة على رؤوس الأصحاء لو إحنا أهملنا في صحاتنا مش عارفة بصراحة ممكن ناخد بالنا من إيه تاني كل شكرا لك دكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوباء شكرا جزيلا لك شكرا لك شكرا لك